العمل مع الكبار قطعا أكسبك شيء في حياتك أكيد أكسبني أنه لما أجل أشتغل مع الأصغر سنًا منهم لازم يبقوا كبار برضو يعني عمر الشريعي عمر خيرت يا أسر عبد الرحمن أحمد الحجار خليل مصطفى أسماء كتير إلى الآن لما بختار حتى الصغيرين سنًا بختارهم كبار في موهبتهم لأنه ده اللي تعلمتم من الكبار يعني الفنان الكبير عمر خيرت كان ضيفنا وبنقوله مين أكتر صوت بيعجبك وتحب تتعامل معاه وتلحن له قال علي الحكار هو حبيبي يعني هو عشان غنينا مع بعض كتير اشتغلنا مع بعض كتير أشهر الأمنيات دي عارفة عارفة أكتر حاجة شهرت بس فيه ناس كتير بتطلب فيها ويد الليل وغوايش ومسألة مبدأ ومطر وعصفور ارتعش يعني فيه حاجات كتير اشتغلناها مع بعض في مسلسلات كتير أنا شفت مرة لحضرتك تسجيل مع أركسترا أجنبية بتغني معاهم هذه الأغنية أعرف كان احتفال بحاجة صحية أو تنشيط للسياحة في دبي وكانوا عاملين يعني في الاحتفالية أه عاملين احتفالية لمغني الأوبرا العالمي دومينجو بلاسيدو دومينجو يعني فهو اقترح انه عايز يغني أغنية بالعربي يعني عايز يجملهم يعني فقالهم عايز يغني أغنية بالعربي تكون دايو يعني أو دويتو مع مطرب عربي فهتقولي أسمع المغنيين اللي عندكم فودوا له استوانات المغنيين اللي هم ينفع ان هم يبقوا بالعربي كأنهم يعني يوازوا مساحة صوته الأوبرا لية فهو اختارني من ضمن الاستوانات الإسمائية يعني ودعوني بقى على اني أروح أعمل بروفاتو كده فأخدت معايا كنا اتفقنا على أبنية اسمها يا سلام يا دبي وهو دومينجو اختارها يعني هم قالوا له ديم مشهور عندنا وعملت بروفاتو عليها معايا مع الأوركستر الألماني بادن بادن دول ويوم يوم البروفات جنرال حطيت أغنية عارفة كان عمر خيرت كترخيره الداني البرتاتورة والبرتات البرتاتورة دي بتبقى حوالي مثلا 25 صفحة كراسة كده كبيرة فيها 25 أو 30 صفحة على حسب حجم يعني طول الأغنية وحجمها بتبقى دي للمايسترو بس للكوندكتور اللي واقف بيقود لأنه في كل صفحة بيقرأ كل الألات اللي موجودة هتلعب ازاي والبرتات اللي هو كل بارت كل آلة موسيقية ليها صفحة قدامها بتاعتها لأنه كل آلة موسيقية ليها مفتاح زي مثلا كمان جاليها مفتاح سول التشيلو اللي مفتاح فا يعني كل آلة ليها مفتاح بتاعها وطريقة الكتابة بتاعتها فحطيت البرتات قدام 64 عازف وعازفة لعبوها وان تيك كده من أول مرة من الأول للآخر من غير ولا غلطة فبقوا مستغربين لأنه دي معناها يعني أنه كتابة موسيقية رفيعة المستوى كتابة راكعة طبعا ولا غلطة ولا حاجة وقفة عندها فتلموا علي بعد ما خلصنا وطبعا وهم بيعزفوا مبسوطين أنه كل الحاجات ماشية مع بعض لأن الميلودي الأساسي اللي احنا الأساسي بتاع عارفة ما هواش اللي هم بيلعبوه هم كل واحد بيلعب خط تاني قادس فبيكمل الخطوط الكتيرة اللي بيلعبوها دي بيكمله مخدة وتغليف كده وتصور لمعنى كل جملة بتتقال ومعنى كل كلمة هو ملحنها هو عمر خير طبعا عبقاري مؤكد يعني وعنده ميزة يعني أنه جامع بين الشرقي والعالمي